اشتركوا في القناة 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 انهم الآن من الأسف الشديد ناعش ف البرد او يعطانكم التشبب يعني التشنب و لذلك التفلية هي أقل أقل شبب المولورة من البدير والنجادات والمظئة مخلilateral المخلفين البعضية، لكن يثبه بالشجود وهم أقل من الأساسة خلافوا الأزارقة، النجدات والبعضية الأبعضية، أو نحن هنا؟ من فتح أو بالكارسة، سجانة الأبعضية هنا يمتغلها أبعضية في الثوران وهنا في المغرج يمتغلها، كذا فالأبعضية، خلافتها هؤلاء لم يكفروا قاعدتها من القاعدة من القاعدة؟ اللهم لم يهاجروا مع القفري مع القاعدة كذلك يعني الحديث لم يهاجروا لا يشيش معهم، يعني يلا روح البصرة مش عالوه شيء، طب يلا روح عمان مش عالبور يعني كذلك، معادي، شوهم قاعدة فهما بيعتبرهم مخالفين إلا ذلك أهلول عنهم كفراء يابع هما بقى يقول لهم لم يكفر القاعدة مدام على رؤينه، ما جاءش عام على رؤيهم، على رؤيهم بيعتبر بلغة يعني لذلك قال لهم، إذا كانوا يعني هم بقى خسائلات هم خسرية فيهم، هم خسرية، طيب وبعدين، إيه الرجم بقى إيه؟ هو إيه؟ لأننا عندنا الرجم الزاني، اللي ثبت عليه الكريم اللي ثبت عليه الرجم اللي عندنا بشهودة من أبعض، أو بإقرار بك شكبال الجيزائي؟ يقول، حسنا، الدليل بتاح من السلم؟ من السلم؟ مفيش في القرآن؟ أزالت وأزالت الله، فاجلدوا كل واحد منهم مدفعا، وَلَتَخُوكُمْ مِهِ مَنْ عَفَتُوا فِي دِينِ اللَّهِ، وَمَكُلْتُوا فِي دِينِ اللَّهِ، مِنْ كُلْتُوا فِي دَاءَ، مِنْ كُدَتَكُمْ؟ حسنا، إذا مفيش حد الرلم لك، حد الرلم لك، حد الرلم لك، عيو موضو في القرآن، وموضو في السلم وَطَبَّقَهُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، طبق، يعني أصبح خلاص، كان المتوقف بالتالي، أصبح مقاطم عن طب، هو الرجم كده الأزاليقة يرون أنه مدام مدينة نصه في القرآن، بالنسبة الرجلية، يخط نصه، 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 أين كانت، لكن هو ثابت بإيه؟ ما هو مش داخل نصه، هم ثابت بالسلم، بالقرآن، وطبق وطبق، إنه يطبق وطبق يبا مدام يطبق، يبا خلاص، يعني الزريقة لا، شو قبلك الزريقة يقولون أنه يزبطون على إعبارنا، لأنه غير موجود في القرآن، هم لا يزبطون لم يزبطون على الترك، طيب، طيب، بعدها أقول يلا عمزة ما وتكفر معه، يعني أطفال المشركين، وأطفال المؤمنين، أطفال المؤمنين، وأطفال المؤمنين أطفال المؤمنين معدรقة مسلمين، اليومما ماتوا قبل البلوغ عاديت الغدر يعني أطفال المسلمين الذين ماتوا قبل البلوغ، طيب أطفال المشركين الأيض وهو عندنا présenta لأطفال gåدي لأنهم لم يكلفوا، لأنه هو التكلف بعد الجروج التكليف مش هو التكليف هو ايه الباله على العائل الغراء اللي بلغته لدعم كده الامر مش كده فالتكليف هو غده طب مع أطفال المشركين ما هم مش مكلفين الأزارقة وغيرهم من الخوارج يكفرون أطفال المشركين يكفرون هو ولم يكفروا ولم يحكموا من قتل أطفال المشركين ويكفرون ويمكنوا ويمكنوا ولمؤمنين أنت الأزارقة ولمؤمنين المخلفين 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 ماشي مش مشكلة لكن هنا ما زموا أطفال مش مكلفين فلم يحكموا من قتلهم كفر زمن سموه سموه لا يقتلوا لا يقتلوا بعدين يعرضوا عليهم هذه قصة ثانية طيب هل يكفرون؟ لا هل يخلطون في البعض؟ لا هم يخالفون وقالوا التقية ما هي التقية؟ هي التقية هي التقية التقية اتخاذ حيطتي أو لا حيطتي والحظم خوفاً أو حفاظاً حين تكون الحظم حفاظاً على المال وعلى المال وعلى المال هذا هو التقية ما هي تقية أنا عندي تقية أنا أقولها تقية يعني والقول خلافة الحقيقة انت بتقول كلام مش بتعمل يعني يقوله انت شيعي وقوله لا لا مش يعني طب انت من هالخوانك برا يا شخص التقية هو خريب شكراً لهم هو خريب بس لا وينكذ ينكذ هذا معنى التقية يعني معنى أنه حيقول يظهر خلافة ما ينكر هي التقية كده أن يظهر أن يظهر خلافة ما طيب ما هي التقية ان الحيطة والحظر خوفاً على النفسي على مال على أولاد من السنين شكراً لذلك هذا لما ده سببها يعني لما أنا أعرفت مفهوم كلمة التقية عشان ما تمنى لما التقية جائزة في القوم دون العبد هذا معنى أنا أحب الحق أنا أتكلم وأقول لي أنت أنت من الشيعة لا أخيواني لا أنا أخيواني 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 أوثن خلاف هداف القول أصلي بصلاة الشيعة لا هذا العمل أصلي عشان أجابلهم الأول واني بعد هباليا هذا معنى فقولي هناك فوق في الكلام في الكلام وأنا فعلا حتى الشيعة لما تعدثني مع كثير منهم كانوا من مبنان أو من اليمن أو من أمان ما أحدش يرضي يقولي المشيعة طالف انت ايه؟ يقولي المسلم يا عمي انت شيء لا؟ هو أنا أعلم فهو دائما عنده التقية فهو أدى في القول يعني في القول فإذاً في القول دون عملية وهذا يعلمت في إيران في حاجة في إيران حاجة في إيران المعات الدينية هناك ما تقية تقية ما تقية ما تقية فإذاً حاجة تاني معناها أنها مدربة خلتة حاجة معينة بس عملية وعندهم يعني مدربة خلتة حاجة معينة بس عملية إذن وقالوا إيه؟ وقالوا ما كانت ذا الأعمال عليك حق واقع فلا يتعبوا خلتتك بس عملية وقالوا طبعاً نتحدث أهلاً نتحدث على الأعمال المختيارية واحد واحد صرق واحد ثناء وقالوا وهكذا الكبائر طير الشرب خمس إذا أخذ أي عمل هو ينظر في العمل العمل عليه حد مقدر هل هناك حد مقدر على هذا الفعل؟ هل هناك حد مقدر؟ ولا مفيش حد إذا كان هناك حد مقرر أنا بسم ليه ما موجودش عنيه كافة ولا كذا تعولي واحد ثاني تعولي الثاني واحد ثاني واحد عاصي بالعاصي يعني الإسم هو مش أوله الاسم الذي لذِمه بي الحد آه شو قال ما الاسم الذي لذِمه إنه زل هي طريق وهكذا منقاذ في برد فهي بإذا فرح بين حكتين بين في أعمال لا حد وأعمال ليس بها حد طيب أي الأعمال اللذي ليس بها حد ذي الصادق؟ واحد ترجع الصلاة مفيش حد واحد ترجع الزاكة مفيش حد ولا كذا الأعمال اللذي ليس بها حد مقرر يعني حد ممتوما في كتاب الله أو في السنة حددوا النبع الصلاة المعارسين لله هذا حد كذا والسالف والسالفة مختاوة إذ يوما جزاء بما كثاء ما لك علم من الله لا ده حد طبعنا ما هنا بقى في الصلاة قالك لا الصلاة إذا إنها هي مفيش فيها حد معناها إنها هي ضخمة جدا حد ممتوما الحقيقة بيختلف الأمر الزاكة اللي مفيش فيها بقى ما كان من الكباب مما ليس فيها حد لعذر من قدرين لأنه عظيم القدر فلا مش حد مفيش عندهم ترك الصلاة ترك الصلاة انفراروا من الزحف طب حكمه إيه بكافر لا لا يكفر لكن هناك ده كان ما قولش عليه كافر أقول عليه سارك أقول عليه زين أقول عليه سارك أقول عليه كده آآآآآ بس ما قولش عليه كافر ما قولش على المقدة فكت يبنا عندي حكتنا في العمال الاختيارية في عندي كبائل لا حد وكبائل ما نشاهد الكبيرة التي فيها حد لما ياخد اسم الفعل هياخد اسم الفعل ومش هياخد اسم الفعل هياخد اسم الفعل ايه ما هو كده خواه ايه ما في الاسم؟ ميبقى كده ساركت أرزاني أو كده طيب والتي ليس فيها حد ليس فيها فهو عنده يكفر عنده المكافر طرج الصدق فرم عن اللعفة هو يرتبر ايه؟ في هذه الحالة من الريق ونقل على الضحاة أقول بقى ونقل على الضحاة منهم ايه؟ في عندي بقى ده خفرية هل يقول تزويج المسلمات الخارجات هي من الخوارج هي من صفرية أو كده من بقية المسلمين من السني من الشيعي من اي واحد يعني بقيت المسلم هل يقول قالك آه يقول يقول في دار التقية في دار التقية آه انت جبدة كورسي بقى واسعة واسعة لشي هل يتحاجة هل يتحاجة هل يتحاجة؟ في دار التقية يعني نعرفنا انه واحد في دار التقية يعني هو في مكان ليس فيه السفرية ليس فيه الخوارج فلازم يعمل عملية التقية طب هو مش متاعكم اللي مبيع اللي مبيعكم فيه مش داعش مش الخوارج شكرا باجل فالي مبيعكم مش أمة شكرا باجل مبيعكم مش أمه شكرا باجل مبيع انا قاعد خايف في عمل التقية احنا قلنا ابن بتيجي ايه معنى كلمة التقية قلنا ايه اظهار الافة قضمة يعني انا عند حاجة ما قولهاش الشيع كده الشيع كده هم بقى السفرية اللي هو مهم الخوارج شكرا باجل ذاي طب وايه هي التقية قلت انا عنها ابن بتيجي ايه تقولت ايه الحيطة ايه الاتخاذ الحيطة والحذر ايه فازل على النفسي والمالي والعرضي اذا معنى التقية يعني بأخذ حذري فبدالي نفسي شكرا باجل ذاي ما بقولش حيئ انا معنى عندهم فدية طيب وهو هنا بقى الفضال التقية مش ضالة على نيه هي ضالة على نيه ايه لما اقول انا قاعد مع الداعش خوارج يكون قاعدين قاعد في برد خوارج لكن انت قاعدين في برد التوحيد ما تقولش بقى في برد زاي عشان تعرف الشيع الخوارج ايه يعني هنا كلها والاقفال المزيبينة كفاره قتلهم ومخلطين في النار خصص يا خمس يا خصص كنا طيب هنا بردك ولا بشي الكلام وبعدين يقى كان بقى السفريين يقولنا بايه ويجمع الصداقات والمصور من الصداقات عندهم تجمع من ال من اللي هم اللي يديلون مينو ليه أرى هم لكن هو في ظل العدنين يجمع باهم احنا مع الناس عاملين تقية احنا مع الناس ما عاملين تقية موخيفة اي نفسه انت ليه يا عام بتستحصي يقول لك اسلامي يقول لك هيدفع فيدفع فيدفع تقية كل الناس يحكى عنه عن السؤال الزيادية يقول له نحن يعني هو يعتقد في نفسه هل انت مؤمن؟ ولا مش مؤمن؟ هو بيسأل نفسه بينه بالنفس يعني هل بيسأل نفسي أنا مؤمن؟ فقبلك ازاي؟ هنقول للمؤمن ان شاء الله فقبله ازاي يعني سألتني أنا مؤمن لا أنا مؤمن ان شاء الله يعني مؤمن وحتى ما بلاش المشيئة كمان حتى ما عامش نزيزناء يعني أنا مؤمن عشان اخطأ مش خبارك هزاي؟ أصل المشيئة ديت ايه؟ دائما في المستهبل يعني انت حتى تصلي يخذوك لسه ما صليتش آه ان شاء الله لسه ما مفتش المشيئة ما بتتقالش يعني يعني ايه؟ لأ الحاجة اللي انت بصليت الضب يبقى يقولي صليت ما تقولوش ان شاء الله انت تصليت مش كده بل ايه؟ انت صليت الضب يبقى الله فهو هاول يقول ايه؟ هل أنا مؤمن؟ يوم يقولك والله انا بيني وبين نفسي انا مؤمن بيني وبيني وبيني نحن مؤمنون؟ عند أنفسي عند أنفسي بيني وبين نفسي أنا مؤمن ولا أدري لأننا حرجنا من الإيمان عند الله واللي احنا مؤمنين نعم نفعل ده ده فعل مش خبركي زي أنا عن نفسي بيني وبين نفسي أنا مؤمن لكن عند الله أنا معروفش وطبعا ما حدش يعرف الخاتبة بالنسبة للعلم لا ما حدش يقدر يعرف الخاتبة الخعيد لكن لكن هو عند الله أنا من يؤمن أما نفسه عند الله الآن لكن أنا معروفش يعني عفظ نؤمن هكذا 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 طيب وبعدين وبعدين هو رجع ثاني بقى الشرك شركين والكفر الكفرين والبراءة براءتين كل حاجة اثنين الشرك الشرك هل الشرك الذي 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 لا يؤمنه بالله أنه هو يعمد الأسلام أو الشرك الذي يسمع الشيطان المعصية يعني قالك لا والشرك شرك طاعة الشيطان شرك عبادة الأوثان شرك بس الطاعة هنا في المعصير هي هكذا ده شرك 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 طاعة الكفر كفر ايه؟ الله والله الكفر كفر ايه؟ كفر ايه؟ كفر ايه؟ فيه كفر تيه؟ لا كفر يعني كفر هنا فالباق معايا هتجيل مثل كفر في اللغة الساتر يعني أنا بقضت الشيء اللي عنك الانكار الانكار يعني الانكار اه فلما كونني بسل أنا واحد بيقولك أنا هم أنت فيك معه بس أنت انكرت هناك هم هتجيل يبا هي بكود النعمة نعمة النعمة ربنا أعطاك وأنت جاهد فبسمعشك ما بتطعوش فهي باسك كفر نعمة كفر كفر ايه؟ نعمة يعني جهود النعمة التي أعطاها الله لك شكرا جزائي أعطاك الله خير مكتب يوعد كذا ولا كنت عمال لا فيش هم طيب وفيه تاني كفر تاني لا انكر الله الورو المبيرة لا شوانا هو ده الشرك هو ده كفر يبقى كفر انواع يعني كفر ايه؟ يعني كفر ايه تقتد كفر ايه ما يقتد معها الواوي الواسع شكرا هل يعني تقصد الوحود نعمة وحود المعروف وحود كذا الامير ترعاه وحود اللي انت جميل اللي انت ما يجعلها كفر 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 ولا كفر تاني انكر وجود الله أو انكر الرموين انكر انه لا يوجد الله هذا هذا لا كفر ولذلك هم لما بيقوا يعني يعني عندما ايه؟ هل يترى الذي لا يطبق شرع الله من الهكاء يوتبر كافر؟ ومن لم يحكم بما انذر الله فقر هم كفر مقرب انت عندك الالب ها انت عندك الالب صفر 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 ربيك أعدك نعمة مبيرة متى حدش لا انا دينك نداية مش قادر هو هو جاحت البردا في نعمة بس ده مش كافر مش كافر الرموينة اه مش كل مش خالج اه 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 فالقفة فالقفة هل هو الشرك كفر 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 النعمة او كفر المغيين او براها ما انكرش الرموينة نقول لك اه البراءة براقتين 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 براقة من أهل الجدودة سنة وبراءة من أهل الجدودة فانية ازاي عمل انت زعلان ان تبرا منه سيمه لا اخذ برك بعض انت اهل الجدود اللي هما السار الزاني اللي هو اللي هو حد فانت لا أنت تقول والله أنا بري منك من أفعالك أنا بريء مما تفعله أنا أنا أوافقه عليها بريء ما بتجملوش ما بتجملوش مش معناها بتأجي ترفوه ما بتجملوش نهاية يعني أنت عضاء من أفعال بريء مش حيو فهو أنت بريء من أفعالك وانت تبرد وحد يرضى بالسرقة وحد يرضى بالكلام ما حدش يرضى بالكلام ما حدش يرضى بالكلام وإذا بريء بقى أهد وإيه ده سنة سنة يعني سنة ما عملتهاش فعالك وإذا فعلتها وسبت عندهم مش عندنا فعالك إذا فعلتها فعالك وأمن براءة البحول يعني يمكننا هذا يعني يمكن وإذا فعلتها ولا تعمل يعني يعمل يسرع في ذلك يعمل فهو مش جاعد يعني يعني فعل حد فاني بقصري إذا فرضى عليك لازم 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 نعم هنا بقى الشرخ الثاني في الآخر في الخوارج جاب رجال من الخوارج المتقدمين والمتأخرين ومن الشعرات مذكر كده كلاما قالتوا كلام ده كله كان يعني إيه؟ جاب أسماء ناس لتعنيهم كثيرا يعني مثلا جابنا المتقدمين الخوارج أكرمة وأبوالون ومشعطها مشعطها جابة لابن الزيد اللي كانت نعلم جاب بني الزيد اللي هو زي هو من المتأخرين ما استدلين هم متأخرين شوية جاي من الشعرات اسمعين عن طريب المفجاة فجاي اللي هو الشعر ما يصبح ما يصبح مشكلة بعام رابطة من طار وحبيب يعني كده لكن المشكلة عندي المشكلة عندي اهيه؟ المشكلة المتتمة دي باسمها تتمة ذكرها الشهر الثاني المشكلة اللي لغزتنا هنبقى من خلال التتمة دي والأداء والأزماء التتمة التي ذكرها الشهر الثاني وذكر في عوالها كما قلت لكم الآن عددا من المتقدمين ثم عدد من المتأخرين ثم من الشعراء ويذكر منه بجهب المصفوان وجاب المصفوان ده جابنا ويذكر غلاء من دمشق وغلاء من دمشق وغلاء من دمشق إذا قدري وذلك وذلك ليس من الخوارج فالله لا 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 ويذكر من دمشق قدري وجاب المصفوان وفي ذلك فالله لكن كيف الشهر الثاني اسريالي أنا وكيف عدد الشهر الثاني جهب المصفوان من الخوارج وهو قبل ذلك يعني نتكلم لما نتكلم عن جهب قال الله حدثنا عن الجهب وعن أصحاب الجهب وعرضنا لأوراق جهب وهي مخالفة تماما لأوراق يعني عندما أرجع لأوراق الذي ذكرنا هو نفسه في الكتاب مع جدا يعني يعني كيف عدنا لا 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 وغيران الدمشق والقادرية الأولى يعني عندنا القادرية قادرية ثانية لا لا القادرية الأولى التي تنكر عم التي تقول عبارة مشهورة لا قادرة والأمر وذول خفار واتفاق رولادا دول خفار نحن يمكن عشان خرجوا عن الإمام هو تعريف الخوارب من يخلط عن الإمام عن إمام عن الإمام لا ده هما لهم أراق بالإمامة فالإمامة دي خصة تانية هما أراق مختلفة يعني متى يخلط عن الإمام متى لا إذا لم يكن قد إذا لم يكن مثلهم شو قبلك إذا إذا لم يحكم بما أو أو مش خارجه شو قبلك إذا يعني 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 ما هو يعني 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 به يعني إنه يعني موسيقين مش خوارق قاليهم بايع موسيقين بس هما ايه مش هزين فانهم جروب الجاهلية وكذا الاخو عراح كالي عراح كالي عراح كالي عراح كالي تاني غير لكن هما مش خوارق عشان الله طبعه سيدك بس سيدك يا دكتور يا دكتور يضع حماس يطلعوا يضربوا البومبة بتاعته ويستخده والبقين يضربوا عشان كفوار لا 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 ما هما يقولون لا لو فعلوا ذلك يبا خوارق شوف هما بيعتبروا هما بيعتبروا الاخوار لما بيعملوا كده بيعتبروا ان هما الحف ده مش الحف الشر مش الحف اللي هما ان احنا خرجنا لما ديه مرتبشي يعني خرجنا على طاعة الإمام اللازم تقب تخبرت الزايد واللي موجود لذلك مش منتقب شر شرعا وبالتالي في الحلوم كده وده خطأ كبير لان القصة واحدة يعني خطأ تماماً يعني فهو ده قصة تانية طبعاً مش صحيح يعني يقولوا علينا قصة تانية في عهد يسير من معاوية من قابل سفيان والتعيش الموضوع جاهز يعني سير من معاوية من قابل سفيان ده الخوارج لمعويه ابن عبد الواصح في قانة م enjoyed من ايام سيدنا عثمان من يام سيدنا عطمان لما خاربوا عليه لأ زيننا عطمان من ساية هم الخوارج واللي كانوا ليش عالي هم الخوارج وما أساساً ما سيكونوا ليش خوارج الأول لكن الذين خرجوا على عطمان هم أساساً من يام سيدنا عطمان للفترة من يام سيدنا عطمان وبعدين جات للم خرجوا عليه وشلطته عبدالله ابن سبب علشان بلده إزاي ورقه مصر هنا أيضاً مصر هنا وهم إن شنانة ويطلع الجديد بس طويلة يعني فهما بعد الجداد وقاتلوا ما اعترفوش الكلام لأنه وما اعترفوش بالحكمين ولا في قارات كده فهما من زمان مش من السعيدنا لكن هما قاتلوا معاوليات قاتلوا يزين قاتلوا كل كهداء ومشوكة في ظهر هما حتى هما هو الخارج هما داعي الدولة مش عملين القاتل هما هو اللي حتى داعي وانا قلت ايه معنى كلمة خارجة فالفروض مستمر مستمر يعني طيب مش الشهرستاني مغفر بعضهم مغفروا بعضهم هو اللي اللي هو اللي بيكت مغفر بعضهم اه فرقة معتدلة شوية إلى حد ما بس والأرضية زي ما اتكلمنا فيها وانا ان فيها كلام مخلاف وفيها اليزيدية وانا اليزيدية عبدت الشيطان ودولهم منهمش حلقة طيب المهم ايه في المدة هو برضا في التتمة دي ايه شوفوا مالك يا اه في التتمة دي ايه جابك سرط المرجاء جاب سرط المرجاء ايه ايه والذين اعتزلوا اه والذين اعتزلوا ورعد ما ذكر اسمائنا المتقدمين من الخوارب ومن المتأخير من الخوارب ومن الشعراء من الخوارب تكلم عن الذين اعتزلوا إلى جانب فلم يكون رماع عليم في حروبه ولا معه يعني معنى زالي في ايه ان لما في ناس خرقهم على سيدنا عثمان اللي هما في الفتنة ايه سيدنا عثمان وفي بعض الصحابة رضوان الله عليهم اللي هما منهم عبدالله ابن عمر وسعد ابن ابي وقاف ومحمد ابن سوة الانصاري ورسامة ابن زين ابن حرث الكلبي موضوع رسول الله صلى الله عليه وسلم دول اعتزلوا سجد ماذا بقى يا جانب؟ دول اعتزلوا اعتزلوا دول المرجعة ماذا خضرات ازاي؟ نواجد المرجعة حوات اعتزلوا قالوا احنا مش عارفين الحقيقة اللي هما الصحابة سيدنا ربالله ابن عمر وانت مين كمان وعندك انا سعد ابن الخزر وانت مين عندك اندامك اعتزلوا ابن الخزر وهي القبين تاني وام حامل الانصاري وام حامل الانصاري ورسامة ابن زين ابن حفظ الكلبي اللي هو مولى رسول الله واخد بانك وفي واحد اسمه قيس ابن عالي حادم انا نبدي مع سيدنا عاني دائما في حروبه وانه اعتره الى ان سمعتوه يقول بيخطب هو بيخطب قال صدق الله ورسوله انتم تقولوا صدق الله ورسوله فعرفت ان كذا انفروا يعني روح لبقية الاحزاب اللي خارجة عنا الاحزاب التي خرجت انفروا يعني روحوا لهم كذا اللي لدينا يقولون كذب الله ورسوله لكن انتم معاي قال لك اه عرفت ان سيدنا عالي يقصد الخوارج فقركت منه هو كلامك معاه فعرفت ان كلامه هو يقصد يقصد الخوارج لا ما هو صارك من سيدنا عالي وكان مع سيدنا عالي الآن اظنت معاه احارب معاه وانا مؤمن بيه تماما الى ان قال انفروا الى من يقولوا كذب الله ورسوله وانتم تقولون صلاة الله فعرفتوا انه كان يعتقد في الجماعة انه هم خارجين عليه اعتقد فيهم انه هم خارجين عليه فاعتزلتوا سابوا وروح معاه اعتزلوا اعتزروا اعتزل بقى ايه ما عرفش بقى الحياة اعتزل بقى صحابة بنا عندي المعتزلة مش المعتزلة اللى اتكلم عنهم الذين اعتزلوا الفتنة اعتزلوا الفتنة الفتنة اللى هم ضغطوا الصحابة اللى سعد ابن ابي اوقاص وعبد محمد بن يسلمة وعبد الله ابن عمر وثمد بن زين دور اسمه اعتزلوا الفتنة لا مع هؤلاء ولا معه لا مع سيدنا علي ولا مع معه سيدنا علي غير سيدنا لما قال دول صدق الله ورسوله دول يقول كده هو خفش هو خفش هو خفش نزع لها فهو اعتزل اعتزل زي بلية الناس دية شو خبرك زي زي زمانية الذين اعتزلوا قبل ذلك شو خبرك زي زي ودول بسموم ده المرجاة هنا دي نواة المرجاة الاولانيين اللي هنتكلم حسنا ده كلام الليه الشرسان كده ان خلصنا كل الخواجد ها وحنتكلم بقى عن سرقة انسماء المرجاة يعني ايه كلمة المرجاة هو الخواجد كان الغرب ينس طمعا في الخطنة طمعا في الخطنة لا 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 مش مجتمعا في الحقنة هم مختلفين في الرأي هم مختلفين في الرأي مع سيدنا علي وما كانوا بيحرموا على خصة انت مختلف طهاش اتكلمنا عنها لا 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 ما تضيف اتكلمنا عنها اه اه اتكلمنا عنها طيب عن جماعة فرقة اسمها المرجاة المرجاة الاين المرجال كلمة الأرجاء نفسها تدل على الأرجاء نفسها الأول تدل عليها مرة تأتي بمعنى التأخير بمعنى التأخير ربنا قال ترجي القرآن قالوا أرجي وأخاه ده بالنسبة ليه الفرعور قالوا له أرجي أرجعه و أخوه موسى وهذه أخوه شوية لغاية ما تتخذ فيه قرار شو خبارك أمهله إلا أن تتخذ وابعد شو في السحرة هات السحرة ابعد هات السحرة من كل المجال شو خبارك ذاك فقالوا أرجعه فأعطاه المبنى يعني مبنى يعني دلهم والثاني أعطاء الرجاء أعطاء الرجاء إزاي يعني أعطاء الرجاء يعني معناه أنك أعطيت إعطاء الرجاء لأنهم يبعثون الرجاء في نفوس النادي أعطاء الأمل هذا الأمل 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 يبعثون الرجاء في نفوس النادي إيه؟ لأنهم يقولون لا تضغوا مع الإيمان معصية ولا مع الكفر طاع بس في إيمان أعطاء ينبع عليها قبل ما تكلم في وقف في الموضوعات أوي الذين يقولون لا تضغوا مع الإيمان معصية كما لا تنفهم عن كفر طاع ويسخطون العمل بفرقة بسيطة وانقطع ولي مرجعة البدع البلاة البلاة واحدة بس هي أنني نتكلم عنها واحد اسمها العبيدية هتتكلم عنها دلوقتي لأنني شمية اسمها العبيدية بالنسبة إلى واحد اسمها من المتحد قصة دانية نتكلم عنها ماذا قبلها في هذه الدول؟ قلة لكنها أصبحت يعني مشاعة من الناس ومع إن لا تضغوا مع الإيمان معصية كما لا تنفهم عن كفر طاع تنفهم بمعنى الآخر كمان تنفهم بمعنى الآخر هتتكلم بالوقتي عن فرقة منه اسمها المنوسية ليسا بتقول هذا الكلام بس هذا كلام عديم قالت كلام عديم جدا قالت يعني أنت لما أنت أمنت بالقام مصدفت وعند الجزاءات وعند كل حاجة لا يُعقل أنك تعصي الله مصدفت مصدفت وبالتالي لا يضر مع الإيمان معصية لأن أنت لا يمكن أن تبع وطور ليس ستذكر لأنه يتكلم عنهم بالتفصيل لأنه يدعي كلام كوية المهم هنا الشهر الثاني جاء المرجاة هنا قال أن لها معاني أربعة الشهر الثاني هنا قال أن هذا الإرجاء له معاني أربعة الإرجاء هذا واحد الإرجاء بمعنى التأخير فيقوته الإسر المرجاء على هذه الفرقة لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والقبل يعني ما هذا؟ يؤخرون العمل عن النية والقبل والقبل يعني أعود يقولك أن النية وقصد شيء والعمل شيء ليس العمل داخلاً في النية لا يعني ده قصة وده قصة لا 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 أنت آمنت خلاص وقصدت الإيمان وخلاص تصريخ قصد ضبط القلب أنت في الحالة دية الإيمان شيء والعمل شيء لا في المعنى هو لكن يلزمك الإيمان يلزمك العمل يعني هناك فرق بين كلمة الإيمان وكلمة عمل يعني فيه فرق بين حكتين العمل هنا يدخل ضمن 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 داخل في الإيمان داخل لكن لا ما تربط ليش ليه هو أبوما قاموا هذا الكلام ليه لأن الخوارج تعتبر أن العمل شيء أولي مع الإيمان حتة واحدة انتفى لا إذا انتفى العمل انتفى الإيمان لا ما صلتش انت مش بقى خلال مش قد فيه غرق اهو يعني معناها أن العمل والإيمان شيء واحد مش قد رأيت زي يعني مش جزء يعني هو جزء لو فقد هتقول الإيمان في العمل طب لو فقدت جزء منهم هي بفقدت الإيمان خلال لا 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 لكن هو هنا يقولك لا ده أنا بقول أن النية شيء للولد إعتقار والقذ والطفديق شيء والعمل شيء ما 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 شيء ده حالة وده حالة بس لسى مع ما ذلك أنه يسقط العمل لا لا بعض الناس يظنون أن المنجاة تسقط لا فهتسقط العمل يطلع بس هو عرض يقول أن مفهوم كلمة إيمان غير مفهوم كلمة إيمان خارج ماش ماش العمل الإيمان تصديق علم عمل والتاني عمل ففرق ما هذا الاثنين فلا من الأول إيه؟ هعمل هعمل قبل ما صدق؟ لا هصدق الأول مصدق النية ثم يعني أنا لسى ما أملتش بالله هروح أصلي إيه؟ هروح أصلي إيه؟ هو هقوله كده ها هو هقوله كده هو هقوله أن معنا لا التأخير يعني معناها إيه؟ هما أسماء حليم الإزم المجاهد لأنهم يؤخرون العمل عن النية والقاطر فحان التنصيق يعني مجال مجال دليل مفيش دليل معه؟ فيه دليل؟ وإيه؟ والدليل والدليل هو دليل إيه؟ عبر الذين آمنوا وعاملوا الصلاة ما هو ده مغضوع لا خبار معهم الدليل ده أنت اللي بتقوله إيه؟ إنت نفسك لأن أنت بتقول لا وعاملوا أصليك الوقت أوتضبتوا خيارة ده أقول ده لك معايا لا ما هو ما هو ما هو ده أنت بيت معه انت بيت معه انت بيت معه ابقى معاها ابقى معاه ابقى معاها ابقى معاها انت تقول إيه؟ آمنوا وعامل وعا لا لا يعني جاء محمد وعلي اما واحد لا حداء الثاني بس المعيه لقى هو أقول ليون كده هو أقول إن يعيون إن الإيمان شيء هو أؤ pump أن هو معناه واحد وإلى هو أولا معنا ياراج معنين يللي معطوفة؟ لا يعني في اي مهير chainة فوق بس هو هده ي penal جاء محمد وعليه ثم ادنين تقولوا عن امان وعمل الاثنين يعني امانت الاول ثم عنه يعني انك لابت منه لا امانت انك لابت منه فهو معناه ايه مهمت العمل لا العمل غير الامان طبعا هو انت وصلها لا هو الامان هي ايمان الامان هو ما تصفدش العمل هو ما تصفدش العمل المقالوب منا الذين اعملوا عمل الشريحات والله تقتدل المغاررة العمل مش بالخارج عن مشاب الامان والقد ورقوا المغربية هتقول كده الوقت تقتدل المغاررة لا 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 المزيحات المغالرة لا 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 الوقت مش حالاتو تقتدل المغاررة لا يقضر مهيارة لا 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 هي تقتضر معي معادي يعني مهمة مهمة الاخرانية مهمة الاخرانية تنكذ العام الخالص لا مميزه داخل هو بسكت هو بكلامه في النقطة دقيق يعني هو دلوقتي من أول يعني هو مجعل من المنى ودعمنا شيئاً واحد يبنتر إذا لم تصلي يبتلك الصلاة الكاسر ليس خبيرك كذلك لكن هو تلك الصلاة عاصر ليس خبيرك ليس صحيح؟ لو طريقها لا لكن واحد تاني واحد شارك تصليق من حي مش موء من الدكتة ده شيء ده شيء من الدكتة الجمهور على كذلك يتغفر لا أبداً هو المعنى لكن عندما أفهم المعنى عند الناس أو قال إن الله تضم مع الإيمان معصيها دي الرأي تاني يعطاء الرجاء في الأمل للناس مش خبيرك إزاي؟ يعني يبعثون الرجاء في الناس من قولهم لا تضم مع الإيمان معصيها الرجاء عشان ما تياسوا مش معنى ما لا تضم مع الإيمان معصيها معنى أعمل لاحظ لأنك سوف تتوب على المعصي هذا معنى سوف تتوب لأنك إذا فعلت معصية حتنها يعني فيها مالية آه فيها لا حتتوب أنت مش هتقرب هذي زلم للناس مش خبيرك إزاي؟ مش معناها أنها أنها ما يهمكش لا هو مش معناها كده معناها أنك لا تضم مع الإيمان معصية يعني معناها أن المعصية سوف تتذكر أنت وتتوب لله من قريم واتقب من ذنبك من ذنبك ختل الصباح المشروع هذا السبب يعني فهو بديك بس يعني إيه؟ مثل زي الرجل اللي أتى الميت واحد ومش فاكر ومش معفر وراحنا نفس المشروع شو قبلك إزاي؟ لا أولو مقصر فعنده وطاق رجاء هم شو قبلك إزاي مدام تاب خلاص وهو حتى كما إنهمت عندك الخريمة لما هو مع المعتدرة تعتبر وعيدية مع المعتدرة تعتبر وعيدية لما يمكن يتوب هو يظل بس بس هو ما عندهوش هو هذا معنى هذا معنى تفضوله معنى مقصير مش معنى إن هي معنى أعمل وهي مكشين هذا الكلام فهم خاطئ مش عبك رب قلوب يعني وقالت معايا قلت بتاع في ربك رب قلوب دي كل ما هرب يعني هي ربك رب قلوب بس يلزموا لعمل يلزموا يلزموا شو قبلك إزاي؟ انت بتحبني ما لازم تتعني فالحب ما يفعش يبقى كلام أجوف ما ليش قيمة فأنت عندك إيمان يبقى يلزمك إن تعب هذا معنى فلا تضلوا مع الإيمان المعصية مش معنى أن المعصية هي معفى عنها لا بس هو قل فيها أنه ما بيحكمش يعطي حكما على صاحب الكبير كما فعلت الخوارج وكما فعلت المعصية وإنما يدرك الحكم ده لله تعالى بخ لما ربنا هو شو قبلك معه زي لا يا أبو خاطئ إيمانا 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 يرجع العمل إلى ماته يعني يعني هو أعود يقول أنه في فرق بين الإمكان وبين المعصية يعني ممكن لما تسأله أنت ما تصلش ليه لا ما عليش صدر أنجل لكن يقول لك والله إن شاء الله صلى الله هذا ما نرجوه من وطيه الرجاء يعني معناها هل هو كافر؟ لا طب هل هو هل هو في الحالة دي مخلط في النار من أعراض لا هذا معنى الإركاء أنا بسيب أخر حكمه حكمه لله تعالى وإن شاء الله وإن شاء الله لكن هو عندي عاصم هو عندي عاصم وهو بردك هو أنا بقول عني عاصم يعني يكفي الإيمان بس وخلاص ما عملش بقى وحكمه لله والله ما في الآخر وخلاص لا ما هيكون جزاء لأن ربنا قال بوضع جزاء هاكون جزاء بس أنا عاود أقول ما بحكمش عني في النهاية ما بحكمش عني بالقصر بس هذه الأشياء التانية ما بحكمش عني بالقصر أنا بحكمش عني بالقصر أنا بحكمش عني بالقصر تلك الصلاة عندي حديث صحيح لها حديث هو أكثر من حديث بقبلة لها حديث صحيح بقبلة لجزاء بعض منهم والبعض الأخر لا يعني تكون لك عاصم ومرور الله ما يكونش عني بالقصر بقبلة لجزاء وهو هذا بالنسبة للإرجاء عندك عندك يا أنا وقيل الإرجاء يقول حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة يعني 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 هو عاود هو أن إحنا أن الإرجاء أما أن يأتي بمعنى تأخير العمل دي قصة تانية إن أنا الأول الإيمان ثم أعمل خلاص التاني أعضاء الرجاء والأمل للناس الكلام ده يعني مش حقيقة مش معناها أن معطاها لا يطع ده 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 فورصة أو التالت المعنى التالت إن أنا أحق الحكم بحكمش على مرتكب الكبيرة على تلك الصلاة أو الزكاة أو الحد وكذا هو مستطيع لا أحكم عليه بحكم كنثلما عكمت الخوارج والموتاتين يعني عند الخوارج حكموا على مرتكب الكبيرة بالكفر وعند المعتذرة حكمت على الكوارب بعد المدينة بس مصر والبارك من المعتذر أبعدك بس مصر الهزب الخصة تانية لا أنا أنا يعني الخوارج اعتبر الخوارج اعتبروا حضرتك أن مرتكب الكبيرة كاف كاف خلاص خارج من المدين خارج خارج من المدينة مش كافر معنى جاهد لا خارج من المدينة ودخل ودخل في الكفر يعني خرج من الإسلامي ودخل الكفر هذا معنى خارج من المدينة خرج من الإسلام ودخل ايه؟ بس وشوش علينا بس هاة لا 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 مقولك يعني كده بعدها كده بس علينا هاة عضوح فداية هاة لكن المعتذرة لا المعتذرة خرج من الإيمان بس الله خرج من الإيمان ليه؟ قال لا ما سموهوش مؤمن طب ليه؟ على الأصيدي المتبؤمندية كلمة بيدة وكلمة مدح ضخمة الوسام 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 ده محدش يأخذه إلا ليكون خلص يعمل كل حال الوسام اه لا يعني انما ده صائد في مادة صائد ما ترعب ما مزليش ما زكهش صائد فما تدينوش كلمة إيمان قدينوه إسلام؟ قدينوه إسلام طب ليه؟ قال لأنه هو أحياناً هو تركت الصلاة بس بذكه ماشي فحرم علي إيمان أن أحرمه من كلمة الوسام شبها جداي طب بتسميه ايه؟ ما سميه اسميه تسميه عصر لا لا ما يسميهش عصر تسميه فازخ او في منزلة بين المنزلات تفج تسمى؟ يأتي ماسميه ايه؟ الفازخ طب هو ايه؟ يعني هو مؤمن؟ لا طب هو كافر؟ لا ومال ايه؟ قال لأ أبيد المف والإيمان المف والإيمان يعني في منزلة طب يعني ايه طب مش معنى ليه مش كافر ليه الا انه عنده بقية ايمان بيصلي بيزكي يعني ما صناش لكن بيزكي مع ميرش فداع سرق لكن عنده يعني وهكذا وفي حضر الآية اللي بتقول بئسة ليس هو الفسوق بعد الايمان فايسو يعني جايز استند اليها يعني لا هو لا مش هو استنده لها كلمة فسوق لا 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 لو عندي شوف كلمة فسوق دي يعني البعض من العلماء يسمى رعاصي فاسد والبعض منهم يسمى منافق والامام الحسن البصري يقول ان منتقب الكبيرة منافق منتقب كبيرة منافق بئس الفرق اللي يضع عليه فاسد اللي هو امام الحسنه كافر يعني اللي هو جيل الخوارق ومن المعتهر فالاسم ده او حتسميه كلمة فسق هي تسوي عاصي يعني المجرىش حاجة تسوي ايه عاصي ما تسويه يعني ايه يعني عاصي كده يعني كلمة هدلة شوية ordinة حب ينا يعني شوية يعني خلاف هي لا في القرآن كده نعم نعم طبعا الموكولو جيه في القرآن mviedy jaid kond essence قالبك فهي بس كده اجد فكل لكن هو ده الاسم اللي عنده لما Familie لما اذا الترجاء تأخير حكم صاحبة الكبيرة ده معنى تاني يبنى عندي بالإرجاء الأول معنى تأخير إن هي هننقضها ده واحد اثنين إعطائي الرجاء فبقى جزاي لأنها إذا كنت بيعطائها الرجاء إيه قالوا لا علي ما تخافش وإنت ما تزعلش إذا كنت بتعصي أو كذا لا تدوره مع الإيمان المعصيه وما تكفي طاعة إنت ما تبتبه الإسم معاك الإسم إيه؟ معاك فبيعطيك إيمة بقى عليك بس صنفة أو إنتهي تكتوب تاني تاني معناها إرجاء يعني معناها محكمش على واحد خطو كل حكم على صعب كبيرة إلى يوم الهياب ما ينفعش أحكم عليه في الدولة لا إنه يترضى من أهل الجنة يترضى من أهل النار ما ينفعش أهل المقدار محكمش عليه بكادكم فبقى جزاي وعلى جزاي والمرجاء والوعيدية إذا المرجاء والوعيدية في القذاني متقابلتان يعني نعدي الوعيدية إيه الوعيدية الذين يقولون إن الله مهد أو عدل العيد الوساط بالنار وعيد العاصر بالنار وعيد فهو يحكمه على عاصر مباشرة بأنه مخلطاً في المعرى أنه منتكب كبير وعيدية لهم الخوارج لهم الخوارج والمعتزل أيضاً معاه طبقى جزاي وعيدية فرقتان المتقابلين طب وهنا لا ده ده هو بيعطيه لرجاء لما ده مقابل ده وقابل مقابل مثل المتقابلين واحد بيعطي الرجاء وواحد ده يُعطيه إذا إلا يُتحار بيكفروا على كله لا يُعطي الرجاء هذا هذا معنى في الكتال المتقابل والإرجاء ولا يترى كلمة الإرجاء دي إن سيدنا علي من خليفة الدرجة الرابعة ولا من خليفة الدرجة الأولى أنا تأخير علي عن رضي الله وعن الصرابة إلى الدرجة الرابعة مش قول خليفة الرابعة صحابة ها صحابة هذا بك إزاي؟ وعلى ذلك إبا الشيعة والمرجاء في القضاء المتقابلات طب إزاي؟ إزاي بقى؟ لأن الشيعة يقولون إن علي هو الإمام بعد النبي مش يقولون إنه الخليفة فهو لم نرحب إلا زن بتاعهم كلا برد إلا زن بتاعهم كلا هناك اللي هو هو طبع إلا زن خرض على علي هو بيصلى لأنه هو هنا بيقوم لأنه يصلي على عليه قبل إنه يصلي على النبي فهو عنده إبنة واحد يعني إبنة واحد وعند الجرجاء إبنة أربعة ليه؟ لأنه هو حسب ترتيب الصحابة ورضا اللهم عن مكتفاء الأربعة أبل بكر وعمر وعثمان وعليه مجد بجاه ورضا الله عن مكتفاء الأربعة أبل بكر وعمر وعثمان وعليه فهو أدخل هذا ما رتكس عنهم يعني كل المعاني اللي آتا بها الشهر الثاني هي المعاني الأربعة الملتعين يعني إذا إرجاع عندهم له معاني أربعة هنفصل هو الإرجاء ده بقى عشان نتضم مع الريمان المعطية وجذا الملتعين ولذلك المرجاء أربعة أصنع فيه عند مرجاءة الخوالب فيه عند مرجاءة القدرية فيه عند مرجاءة الجبرية فيه عند المرجاءة الخالصة بس لازم أخفى من الأول إن عندي مرجاءة البدعة ومرجاءة الخدر مرجاءة البدعة التي تعتقد لأنه لا يجبوا مع الإيمان المعصية فبالة تنفهم على المسلطاع وتسخط العمل هما دول اللي هو أصحاب المبتعد يعني كان اللي قال الإيمان أفسط الناس كإيمان الملائية ليه؟ مش هما دول إذا كان الإيمان أفسط الناس كإيمان الملائية والأمراء لا 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 دول هو جيد مش قابلك ده هو إيه؟ المرجاء لا معلش هو إيه؟ خليك معي فهو المرجاء هنا أضف أربعة مرجاءة قدرية مرجاءة خوالي مرجاءة جابريا جيين بس هو عد من بعض القدرية محمد بن شبيب والخالدي مرجاءة القدرية إحنا قلنا القدرية التي تنكر وعلم الله تعالى مش هي المعتذرة التي تنكر وقاله أول من الأحدث من بالقدر والأرجاء هو عيان الدمشق يعتبرون من المرجاء أو من المرجاء التي يخبر ده حنيد يقوله هو المرجاء يعني إيه؟ نبدأ عن المرجاء أول واحدة اسمها لا مرجاءة السنة إنه مرجاءة السنة نحن لا نحكم على أحداً بالخلول بالحكم وإنما نتحكمه للأخ ما تقولش ده في الجنة لا ده في المنعار لا ده تحكم عليها لا بذلك يعني بنأخره يعني بنحكمش الحكم مش بتعني إنما نعرفش الحقيقة فيه قدرية جزائي آه في عندنا فرقة أولى من المرجاء اسمها البرونيسية لا إسمها ismike المنسية 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 دي بقى من صرق الخوال JULYE و تى اللi عندوا من الإمان heب درج عجباته تحرف объze Ching تحرف بقى كدة أصحاب مونس من إيه؟ ابن هولي النبي ريه هذا واحد قدرك معايا الإيمان واحد المعرفة من هذا اثنين الخضوع له تلاتة تركوا الاستغمار على الله اربعة المحبة بالخدم المعرفة بالله تصديق معرفة الله معرفة الموري لله ان تقضى على هو تذب مدام صدقت انه هنا ستسمعين كلاما تطيع طيب وتركوا الاستغمار عليها يعني ما تقولش بقى وتكلم في كذا لا تسمع الكلام ما تعملش هي المحبة في القلب كما تقولش بقى والمحبة في القلب معناها انه مستولى عليها معناها ان الايمان متغلق في قلبه متغلق قلوب في قلبه مش في حلاوة الإيمان حلاوة الإيمان في قلبه مش كده هي محبة في القلب إلا أن بعض أمع بعض دول إيمان مش أجزاء الإيمان لا أم الإيمان كلهم أجزاء الإيمان لو سقطت واحدة منهم ما بقاش في الإيمان شو قبلك إذا قالوا إيه؟ إيبا الإيمان كامعة عندنا عند الجماعة دول 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 معرفته بالله الخضوع له طرق الاستكبار عن هيه؟ ومحبة القلب أو حيكون عند دول اللي إذا اجتمع فيه الخصال الأربعة في الصبات الأربعة دول مؤمن طب فقط شرط ما يفعلش ما سوى ذلك من الطاعة فليس إما الإيمان سوى ذلك من الطاعة يكون إياه طرق الصدق سدق جنة طرق الصدق ماشي كلها دي حول الإيمان إيبا الإيمان مش خالص مدام الإيمان خالص عنده واليخن صادت خالص هو بقى إيه؟ لا في نقطة بس سمع ريا في نقطة معناها السؤال اللي أنا بيسأله بقى من خلال الكلام ده أنا نقول هل معنى ذلك؟ إن العمل هنا سقط؟ سقط 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 مجازم مجازم مش حقيقة سقط سقط مجازم مش حقيقة بمعنى إيه؟ بمعنى إيه؟ عشان أوضحه بمعنى إيه؟ أن الأمر بعد التمكن شوف كلام محدد أن الأمر بعد التمكن من الإيمان بالقلب لا يتصدق معه الوحوم في غطاء دايماً مثالي دايماً مثالي يعني شوف دايماً يعني أنت عند الله يعني هو كده هو مش متصور أنت بعد كده مش هتعمل أساساً مش هتعمل مش هتطور بالصلاة مش هتعمل كده مش هتعمل المحاصي مش هتطور بالإيشاني كلها يعني تعبيري أصداري ملاحظ عليه يا ترى هو الراجل ده كده فلما تأمل في الكلام استنتجي نئاتي أن السقوطة اللي عملي عنده سقوطة مجازية ما جابش زبت لعم كده ليه؟ ليه؟ لي فهمتوا أن الأمر الإيمان عنده متمكن لأنه عنده بعض المعرفة والفضوع له وتركوا الاستقبار ومحبة القلب ما فيه لو تمكن الإيمان بالقلب تمكن الإيمان بالقلب وتقلغ وأصبح ثابت فيه لا يتصور ما يمنعه من الوقوع في المعصي لا يتصور ما هو الوقوع في المعصي ولا ترك العبد فإذا وقعت المعصي لا تضره ليه؟ ليه؟ لأنه في هذه الحالة هتبقى هفور هيتوب منه هيتذكر ويتوب عبد فما فيش عنده ما بسوقها والإيمان هم ما هو عنده هم موجود نايم وقايم به فما بلدت ذلك فلو حصل منه هفور مش هيسامح نفسه إزاي أنا يكون عند الإيمان ده وعندي محبة القلب وعن ترك الاستقبار وعندي مخافة له وعندي كذا وعصي إزاي يعني؟ حصلت هفور هيتوب أول مش هيسامح أنا بس بقول اللي فيها تعليقي يعني تعليقي إن ده إيمان مثالي أوي إيمان مثالي أوي اللي قال يعني صعب يعني ده فهم إذا كان ده كلام اللي قاله كمان هذا الفهم أنا واخد منه من الدكتور عبدالي محمود عليها يا رب أخوان قال يعني هم كده يخصت قلتولي يعملي ده تعبير مثالي ده خالص ده تعبير مثالي فعلا مش قابلك هدايك؟ حضرتك ربنا أقصى بالنفس لا معلش بس إيمان معناها شو قابلك هدايك شوف حتى صفرات يقولك كيف الفضيلة فضيلة من عرف الفضيلة ومن عرف الشيء ثم فعلت الله يبقى مش عارب يمكن علي المعرفة ما انت عاربش تكرم يعني هدافة يجيب وقوة جدا يارى كده يعني انت عرفت اللي ده فضيلة اللي ده كوي ما انت تعمل تضيع يبقى انت مش فاهم حالك ما هو قالك بقى ما هو قالك بقى ما هو قالك لا تقوله ليه؟ قالك ده بقى حاجات أفوار متأتي وأنت وأنت نائم وأين بالإيمان انت نائم وأين بالإيمان فمش هتذكر مش هتذكر حتى عدتك وتعمل وانت راتقاته كده فضاء جزائي بقى وبعدين ده كلام مين؟ ده كلام نونس بن عون المبيري أصحاب المونسيين كلام ده هو بقى ايه رباك وزعم ايه؟ أما إبليس ايه؟ اوه 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 ذكر حاجة أنا مستهد في كلامي على يعني هو إبليس ده مش عالف إنه ربنا هو ببيه وعالف إنه هو الرب وعالف إنه خالد وعالف إنه عن لكن إبليس طب كفره كان بيه بالسلبة انت فاكر جمال لما أنا قلت إبليس له إبليس اتكب تلت أخطار مش هو أقل له انت فاكر تلت أخطار انت فاكر تلت أخطار قال خالكتار بسين وعالف إنكترم النهار ها؟ قلقة دي ما هو ده بقى الاستكبار وده الاستكبار اللي بيتكلم عنه ما هو ده كده لكن هو إبليس لما قاله إيه واسخون الملائجة رجوده لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا طب ليه؟ هو في ادماغه لسه مش استكبار بس هو أبا إيه؟ لأنه هو استبدى برأيه في مقابلة النص النص بقول له اسجد يوم قرآن بقول له كده قلنا إسجدوا لآدم فسجد إلا إليس يا عمي فيه نص عندك فيه عمره فأنت أبدأ أنت نتكلم كده هذا يستبدى يبا استبدى بالرأيه في مقابلة المفعدة واحد طب الاثنين اختار الهواء هو هوا هوا لأنه هو فاكر نفسه وهو أحسن من الناس كلها هو فاكر نفسه أحسن من الناس كلها لأنه هو مخلص من النار والناس مخلق من طيب قد رأيه فاستبدى فاختار الهواء في معرض الأمر فعرض الأمر بالأمر أتكب ثلاث دراء الأمر الثالث اللي هو أنت قلته بها أنه هو الاستكبار بالمادة التي خلق منها وهي النار على المادة التي خلق منها آدم ويهد فاستبدى برأيه في مقابلة النص القرآني أصل النص القرآني أو الحديث جاء لي على العين والرأي ليس أنا أنا عرض الأمر الثاني لا ينفعش في مقابلة النص ما ينفعش وهو أهل أن يسهدوا لا يسهدوا ثابت هو اللي هو عين اللي مع أمر الله إلا منيس أبا أبا ليه؟ هو استبدى برأيه في مقابلة النص اختار الهواء في معارض الأمر استكبر من المادة التي خلق منها وهي النار على المادة التي خلق منها هي النار وحضرتك من هنا جات بقى فكرة تكفير وقيموا الصلاة وقاتوا الزكاية فقالك إذا ما يصويهش يبقى كافي يعني جابها الأساس جابها من هذا البقى المقتل وقيموا الصلاة وقاتوا الزكاية يبقى لما أقمش الصلاة يبقى على عدم الانصياح هو عنده لا بد أن يرتزب بالغمر لأن الإيمان ليس عقيم الصلاة وإعتبر أن الصلاة والكادة وكل الأشياء لا هي إيمان إيمان أو إيمان إيمان ما ترك الجزء خلال إيمان أعتبر إيمان فهو بقى لكن هو هنا هو يونس ده قال ليس كان عارف وأنا بقى إيماني كده مستنوع فالذلك قال إيه قال إيه قول يا أولاك يا سمح ومن تمكن شوف 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 الكلام ده ومن تمكن في قلبين هذا قال الحدوء لله والمحبة له بعدها إيه إيماني أبداً هو نفس الحف يعني مدام إنت عندك تمكن هذا من قلبك وكنت صادق فيما تقول إنت مش هتعبط أساساً ما ينفعش تعمل مش عطوعك نفسك مرتبة مثالية؟ لا هو بقى شي ده كلمة لي طيب بقى هو أبوه هو أدوه طيب حليم يقول كده بقى هو يقول له ده مرتبة مثالية شخص بقى جيتاي مرتبة مثالية علّ فعلاً ده مرتبة مثالية ما هو ألك وشوف ما هي جايب لي ما هي ما هي شوف قولك ومن توكلت في قلبه الخضوع لله تمت يقول ده هو يرسد من كلمة نتهت تمكن في القلبه الخضوع لله والمحبة له على خلوص ويقين لم يخالفه في مصره قالوا لا مش التصور هو انت عندك الإمام الإمام يحركه هو الإمام بيحركه هو بيحركه أين وإذا الإمام فهي حتصلي وحتصوم عتابة كل حال انت ما عندكش حاجة في دماغك ولا في قلبك كله يعني ده متغلخل في كيابك متغلخل مستوري على فكرة وعلى عقلك وعلى قلبك وعلى كل خيالك وعلى كلك وعلى كل خيالك وعلى كل خيالك فكيف تعمل فكيف تعمل فكيف تعمل مع المعصية هو عنده كيابك فكيف تعمل لا 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 الشيطان ما عاصر ما عاصر ما عاصر هو عاوله كياب بردك الشيطان لازم يوسوس ما هو هال ما هو هال ما هو بردك هال على حركات الشيطان تبتلع عليها دي قاله اللي هولد وان صدرت منه معصية فلا تضره بيقينه وإخباصه لأنه حيتوب على طوب خباك داي ما تخافش عليه ده رجل مزحفة خباك لا لا مزحفة ومش مؤمن ومش مسوف ومش هيعمل لا ده هو ومش هاتروه لأنه حيلفق نفسه صح صح عنده قوة السرصار موجودة فكيف ذلك والمؤمن إنما يدخل لجنة بالفراصيل ومحبته لا بعمل ايو الطعام لأن مدام فيه الأساس مش الأساس العمل هو الأساس الإخلاع هو العمل إذا ما كانش فيه إخلاص مش هيقبل هو العمل إذا ما كانش فيه إخلاص نفسه مش هيقبل مش هيقبل زم أنت متخيل يعني فالراجل الحقيقي يعني 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 يرى إن الهفا دي لابد لا شك إنه حيتوب منه شوك باني داي لا يزيد هيتوب منه حضرتك في حيث تقول في الحيطة دي أنه فيه خوارج معتدلات لا هو أدايا يعني لا هو أدايا عاوز أقول أنه مش زي ما بعض الناس يفهموه أنه يسرك العمل لا هذا الخطر مش صحيح الراجل ده عند عمق في الإيمان بس العمق مثالي خطير على العامة يعني أنا بعتبر أنه خطر على العامة من الناس الذين يفهمون هذا الكلام هل لذين يفهمون هذا الكلام بخطر عليهم حياخذ الكلام بمصرحه كلا ويتركع الله مش حيامل لكن الإيمان بتغير جلقين لا مستهول على الكلام هو مستهول على الكلام ما يقول لك إذا أنا مش عامل هو اللي يخلم به شو قبل لك دي لا عنده إيمان دي أخوة دي لك بعان حيبقى الإيمان ما بيعفاش عمي الخبرك إذا زي بإنت عندك شغلة يعني إنت شغلات جدا 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 نستهولي على الكلام تفكر فيها اتعادته من النوم تتكلم فيه وتقول أنا عندي حل وعندي كذا وعندي كذا فهو عنده هذا الإيمان بهذا السرور هذا السرور متغلق تماما متفاعل به فأي هفوة مما لا شك فيها هيرجع الحوض غير مقصوبة مش هو مش هيقبلها لا الهفوة وردة الشيطانة ما أرجع يطع الممكن لكنه لكنه يغرب الشيطانة في النهاية إذا هم بصنوع أه 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 أظلم أن تذكر الله أه أه بس هم كده هو بقى لا ده هو كمان عودت يكون درجة أعلى شوية أه أه كمان يعني مش أه يعني هو عنده يعني أنا أنا بقول ما أنا قلت بذلك يديهم مثالي إيمان مثالي وده يعني فيه خطورة على عامة الناس يقول لك يا عم ده 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 الرجل ده 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 فهم يعني تطع حليم معمود أهو حلله كده قال لا الرجل ده رجل مؤمن رجل لأنه يقول كذا كذا وكذا وقول يا عم دي مسألة مثالية أه أنت مسألة يعني مسألة يعني بالنسبة للعامة المية مش بالنسبة لكل الناس يعني لكل اللي يفهم ويقرأ وكذا خلال أيها ما انتمانا ما ننترك أنه سوكران قال كده اللي بيعتبر أنه اللي عارف شيء وبما مرهوه شيء ما مش عارف لا لا هو ده لأنه مش لليونسيديا فده هي فرقة من القرية لكنها لا تسقط العمل كما يفهم معنا هي حقيقة تؤمن العمل مثل ما بتقولش كده هي يديد الذين يعطون ده من أعطاء الرجاء وأعطاء الأمل للناس عشان الناس لكنه لكنه لو تأملت في كلامه يقول أنه يقولك يا عمي أنت لازم تخضع ولازم تطيع لازم معرفة الله والخدوم له وطلب الاستجبار عليه ومحبة القلب لي بعدها ما أعطاء ما أعطاء ما أعطاء ما أعطاء ما أعطاء يجي بقى فرقة تانية هي نباك اللي هي تقريباً دوء البدع يعني تقول بقى ما أعطاء اللي هو اللي قلت عليها إن مرجأة البدع ما أعطاء ما أعطاء هم يقولي بقى يقولي يا عمي سابس العبيدية اسمها كده العبيدية سرحة آه المكتئب هو المكتئب برضا هو مكتئب لا يا عمي يا عمي أنا عمي شوفت بقى زي هو قالك إيه ما دون الشرك مغفور الله هو استغل على الآية ومغفوره ما دون زالب ما دون زالب يقولي هم يزيل عليها يعني آه الحقيقة يعني لا المهم التوحيد عنده إذا مت على التوحيد والإيمان من الله والتضحيقهم وخبرك جزائي مش مهم بعد لها بجوء مختلفة من الأحسان خب وحبا يأخذ عن مبيد المجدد وأصحابه أخبره وقالوا بالبعيد والطالب تعالى لذلك ينسى بشكل أخير ده خصة ثانية وأنتكلم بقى عن الصفات عن علم الضائي تعالى هل هناك هل له تعالى ولا له شيء واحد ولا إيه عشان انتسمت آه يعني كان عدة تانية آه وإن كان كلامه لم يذل شيء غيره برضا يعني الله متكلم الله متكلم والله تعالى علم والعلم صفة لله وهل الصفة هي الله لا والكلامه برضا كذلك لم يذل لم يذل هو شيء هو شيء لا لا هو خالف هو يخالف من المعتدد المعتدد ده الله والعلمه شيء واحد لأنه إيه يعني الله تعالى علم معلمه هو هو ليس غيره آه 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 لكن المعتدد ده مجال إن شاء الله باك وإنهم يقولون لها صفة قائمة من الله اللي تعالى صفة قائمة صفة معنى يعني صفة معنى هل ده نوع من الأنواع التصوف يعني لا ده يعني أنا ده لا لا ده فهم لا ده مش نارد ده نفهم في العقيدة وفهم من العقيدة يعني الإيمان وكذا بتكلم عن الحق أستخدام لك هذه المرجاة هذه المرجاة كنت لك معايا إيه 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 قضية الإيمان وقضية العز يعني هي أساساً بساني يعني كان يجب أن أنا أتكلم شوية في الموضوع ده بساني إيه بدأت بسرعة شاكية لكن هي قضية ما الذي شغل المرجاة أساساً أساساً مش خبارك كذلك وذلك كان إيه كتبوا حاجات أمنا نفعت عشان إيه أتذكرها وأقولها إيه فيها بالنسبة لهم يعني إيه يعني كتب فيها القضية التي تشغل بها المرجاة هي قضية الإيمان ما هو الإيمان ما علاقته بالعمل وما علاقة العمل أميه أساساً أساساً وما حكم مرتكب الكبير أساساً أساساً وما موقفه من معيد الله يبعصيها أبداً أساساً 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 يبعاً يجب أن يفهم قضية الإيمان هل الإيمان؟ ما الإيمان؟ ما هو علاقته العمل؟ العمل للاقته الإيمان إيه؟ حكم مرتكب الكبيرة إيه؟ ده موجود لأنه هو في المرجاة بتتكلم في الكنول المعاصرة بالنسبة له لأن القوارب بتتكلم في العمل والمعترف تتكلم في الموضوع ده والأشعارة بتتكلم فكلهم يكلاموا في هذا الموضوع فهو بيساعد ما هو موجود ما هو موجود دي بقى فقبلك إزاي؟ يبعاً يبعاً فرح متشددة وكان فيه فرح متشددة في عطلهم وفرح غير متشددة زي ما قلت يا بكده متشددة اللي هم الخوارب وكان متشددة غيرهم لهم أهل السنة أجيب إزاي وشو بقى إزاي؟ وكلهم ومع ذلك هو كان عوض يعرض الخوارب ويعرض المكتب وذلك كذلك فهو كان يريدون ذلك يعني هذا القضية اللي شفق فيها المرجعة أساساً معايدة وعرضها وخبالة جداية لأن الخوارب ما يعتبرها أهل في تكفير المرتكب الكبيرة وتخريده في النهاية والمعتزلة يعني قالوا يخرجوا من حضرهم ليس مؤمنة لكن يسميه مسلم ها ها لكن اسمه ايه؟ ضعاصي اسمه عبدون فاساس اسمه عبدون فاساس ما اسمه عبدون فاساس ما اسمه عبدون فاساس لا دا 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 انتا ما تسألوا بينة بينة دي جايز زي يعني هو هو مؤمن لا انتا هو خارج عن الملة لا وما ليه؟ ألف المنزلة بملة موسيقى ترجمة نانسي قنقر